بسم الله الرحمن الرحيم ولايتي وحبيبي طلبة Great Six تعالوا ناخد سواء اللسن القبل الأخير في منهج الترم ده علشان نخلص ونبدأ بإذن الله مراجعة هنتكلم النهاردة في حدوثة مختلفة شوية عم من أول الكونسبت وإحنا بنتكلم عن الثيرمال إينار بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا ياريت سبسكرايب للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجران يلا نبدأ سواء Lesson 5, Concept 2, Unit 2 زي ما اتفقنا في Lesson 5 هنقرق شوية برة حدوثة الثيرمال إينارش دي ونتكلم في الحاجة اللي بدينا فيها المرة اللي فاتت فكرة الكونسيرفاشن أوف ماس زي ما الكونسيرفاشن أوف ماس موجودة فكرة إن الماس بتاعتي قبل اللي تشينج إيكول للماس بعد اللي تشينج فيه زيها كمان وقلنا قبل كده في الإينارش فيش حاجة اسمها أنا كان عندي إينارشي وخلصت كل اللي بيحصل إن الإينارشي دي كانت شينج من 4 لأنا إنه أرضا هنتكلم في الحدوثة دي ونعمل موديل صغير كده أو ديزاين للماربل رجل ممكن حتى نتكلم عنها بشكل تاني شكلك وانت بتلعب على العجلة على مزلقان مزل أو بابا وهو قساء العربية والطريق نازل كده لتحت الحدوثة هنتكلم في إيه تاني؟ هنتكلم عن الإينارشي شيينج من 4 لأنار وبيبقى فيه شوية تقلوث شوية حاجات بتختفي في النص كده لكن إحنا عارفين إنها موجود مش قادرين نشوفها أو مش قادرين نقسها لكن متأكدين إنها محصل لهاش ديسابير هي بس ضعت مني في النص كده لكن هي موجود زي مثلا قلنا وانت راكب البايسكل بتاعتك ونازل على طريق مزلق شوية كده انت فوق كده عندك بوتينشيال إينارشي لما بتبدأ تنزل كده البوتينشيال إينارشي بتاعتك يحصل لها تشينج ويديني كاينتيك إينارشي من بوتينشيال لكاينتيك طيب العجلة بتاعتك دي تفضل ماشي على طول حتى لو بطلت انت البدال لأ في الحقيقة هي هتفضل ماشي شوية بس شوية هتقف نفس فكرة الكورة شوط كده أي كورة عندك بس تقعد شوطها في البيت على حاجة إزاز وتتكسر وتقول لي ماما ميز داليا لقلت شوط الكورة لأ شوط الكورة كده على الأرض جسابة هتفضل ماشي شوية وشوية هتقف إيه اللي وقف إيه اللي خلى البايسكل دي يحصل لها stop أو البول اللي شطها يحصل لها stop دي نتيجة حاجة اسمها fraction فورس موجودة ما بين الطير بتاع البايسكل بتاعتك أو البول بتاعتك والروت الفراكشن دي شغلنتها إنها بتعمل slow down أو شغلنتها إنها بتعمل stopping لأي حاجة بتعمل مو جرب كده حرك إيدك جامد كده على الترابيزة بتاعتك أو على المكتب بتاعك هتلاقي طرف صبعك من تحت اللي لامس الترابيزة دي كإنه بيتشد الورا كإن الترابيزة عايزة تخليه يرجع الورا مع إن صبعك عايز يتحرك فعلا ناحية قديني أهو اللي بيزق أو اللي بيشهد صبعك ناحية وره دي هي دي الفراكشن اللي احنا بنتكلم عليه الفراكشن فورس دي موجودة مع أي object touch object تاني هي كمان الحركة اللي بنعملها علشان ندف إيدنا لما نعمل wrap للهاند نحك إيدنا اللي اتنين في بعض كده علشان نسخن إيدنا دي اسماها fraction أهي شوية من الكاينيتك إينيرجي اللي كانوا عند البيسكل أو عند البول حصل لهم change ليه thermal energy نتيجة الفراكشن اللي بنحكي علي ده وده اللي فهمنا الفكر ده اللي سأيلنها حالا احنا بندفي إيدينا كده إن احنا بنزود الكاينيتك إينيرجي بتاعتنا فتدينا thermal energy نتيجة الفراكشن نتيجة ال wrapping اللي بعمله احتكاك إيدي بإيدي طيب هنعمل ايه ميز في الاكتافيتي بتاعت النهاردة هنعمل ديزاين كده ليه ماربل تراك هنجيب ماربل بليا كده وحنعمل تراك ليه طريق تمشي فيه كده واحط الأول الماربل دي على الطب بتاع التراك واسبها الماربل دي طول ما هي مرفوعة وبعيدة عن الإيرت مخزنيلي جواها شوية potential energy أول ما نسيبها تقع ال potential energy دي تقعد تديني بدلها kinetic 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 وتفضل ماشية شوية واصلت لآخر التراك في الحقيقة ما وصلتش ليه ميز ما وصلتش أصل شوية الانيرج اللي كانت مخزناهم فوق خلصوا هنا خلصوا ليه علشان في شوية من ال potential energy دي اللي تحولت ال kinetic energy دي حبا راحوا في thermal energy نتيجة الفريكشن وحبا الفريكشن دي نفسها خلت البول بتاعتي أو الماربل بتاعتي تقعد تعمل slow down part by part لغاية ما وقفتلي البول لأ تاني مستاني الحدوتة دي تاني بص يا سي عند التوب بتاع التراك الماربل كان مخزنا جواها potential energy حلو حلو طعب الماربل بدأت تعمل move down كده انتدتها الاشارة انها تبدأ change ال potential energy بتاعتها تغيرها وتخليها kinetic kinetic دي لو تفتكر في جريت فور كنا بنقول بتاعت الحرك كه كه وكه ال kinetic energy طب وبعضي الماربل فضلت ماشي يا ماشي يا ماشي شوية من ال kinetic energy دي راحوا انهم اتحولوا لـ thermal energy نتيجة الفراكشن وشوية شوية الماربل بتاعتي بدأت ال speed بتاعتها حصلها decrease لغاية موقفت يا ميس طب هتفرق لو انا جبت الماربل دي كبيرة شوية اه هتفرق لمث علشان الماربل الكبيرة شوية دي اللارج ماربل هيبقى عندها potential energy اكبر شوية فتديني kinetic energy اكتر شوية فتمشي لدستنس اكتر شوية يبقى larger ماربل هتموز downward faster علشان عندها large mass يعني more kinetic energy حدوتها سهل قدس وخلص خرجنا برا thermal energy وكده خلصنا lesson 5 اتمنى يكون بقى اسهل وابس ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفي